دينا دلوقتي معدنا مع موجز لأهم الأنباء موجز التاسعة مع دينا شرفة فضل يدي شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيش الشركات عن طريق الإختار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وجه رئيس السيسي باستماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقايدي بضرورة وجود مقر فعلي لها وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات فضلا عن تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرض الواحد أيضا بالتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاثثمارية الحرة وكذا التوسع في الأعفاءات الضريبية لشركات الناشئة وتفعيل قوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع حياة كريمة أولوية قصوى للدولة وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي لألن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية أن الدولة مستمرة بقوة بمشروع حياة كريمة مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها التقشفية وطاعت الأولوية للمشروعات القومية التي توفر فرص عمل كبيرة وذلك طبقا للتكلفة الاثثمارية الموضوعة للإنفق بالموازنة العامة لضمان الدفع بالمشروعات تواصلت عمليات الفرز وعد الأصوات التي أدل بها الناخبون في الانتخابات الميابية التي أجريت في لبنان يأتي ذلك في وقت أعلن فيها عدد من القوى السياسية عن مؤشرات أولية بالنتائج غير الرسمية فيما لا تزال هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها قانونا لإعلان النتائج بشكل رسمي وكانت وزالة الداخلية والبلديات اللبنانية قد أكدت أن نسبة التصويت الإجمالية في الانتخابات النيابية بلغت أكثر من 41% فاز الرئيس السومالي الصابق حسن شيخ محمود برئاسة البلاد مرة أخرى في تصويت أجرى نواب البرلمان في مطار العاصمة مقدشيو لتفادي أي هجمات لمتطرفين وفاز محمود البلغ من العمر 66 عاما الذي حكم السومال من عام 2012 حتى عام 2017 على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 أصوات في جولة إعادة ثالثة قال الجيش الأوكراني أن الوحدات الروسية العسكرية تكبدت خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات أثناء محاولتها التقدم غرب أوكرانيا وأوضحت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة في أوكرانيا أن عدد أفراد الوحدات العسكرية الروسية في بعض المناطق يقل عن 20% نتيجة للأعمال العسكرية وأضف الجيش الأوكراني أن الجيش الروسي يعاني بسبب الخسائر الفادحة التي يتلقها أعلنت وزارة الدفاع الأسطنية عن بدء مناورات عسكرية ضخمة في البلاد بمشاركة وحدات من حلف شمال الأطلنطين نيتو والحلفاء وقالت وزارة الدفاع الأسطنية أن المناورات تهدف لاختبار الاستعداد القتالي لقوات الدفاع وقدراتها على الاستجابة للتهديدات الدولية وتجرى المناورات في الفترة من 16 مايو إلى 3 يونيو في جميع أنحاء أسطنية تقريبا ويكاثف الناتو من المناورات المشتركة مع الدول المجاورة لروسيا خاصة منذ دراع الأزمة الأوكرانية شهدت مصر أول خصوف للقمر خلال العام الحالي وأوضح رئيس المعهد القميل بحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي أن نسبة الخصوف في القاهرة وصلت إلى 41% فيما وصلت نسبة الخصوف في مدينة سيوة إلى 91% كما تشهد العديد من الدول العالم هذه الظاهرة في أغلب مناطق أوروبا والأمريكتين ختم مجزء التاسعة ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر